لحد الأرض الواقع أو لحد الوقت الحالي أستاذ محمد البيان بيقول بعتنا للاتحاد الأفريقي علشان نمد فترة القيد إلى 5 أغسطس تمام كده؟ طيب ده كلام برضو طيب إيه؟ لو الاتحاد الأفريقي قال إنه مش هينفع وإنه لازم في موعد مقرر وموعد محدد إن كل الأندية المشاركة في بطولة أفريقيا تبعت القيمة قبل يوم أو لحد يوم 37 إيه اللي ممكن يحصل؟ سيد دعني يعلق على البيان اللي بدأ ب أنا يسألها ما شاء الله كتبت وراء على طول يعني بعد المقاطع لشان يعني لوحد يعرف يتعامل معها زي ما بنتكلم إنه دايماً بيصدر لك الظروف الاسنائية وظروف الإجبارية ومصلحة البلد إنها طبعاً الحاجات دي كلها محدش هيداً يتناقش فيها وكلنا بندعم كأس الأمم الأفريقية المقامة على أرض مصر إنها تكون أعظم بطولة نظامة لا سيامة وإنها أول بطولة في تاريخ الكاف أو في تاريخ أفريقيا بيكون فيها 24 فريق يعني يعني مصر بتنظم بطولة فعلاً بطولة تاريخية لأن أول مرة 24 فريق يكونوا موجودين وده لم تقو عليه أي دولة أفريقية يعني سابقة ومصر تكون نموذج لما هو قادم إن شاء الله وحنقدم بطولة سنائية إنت حضرك ما تخذيش الظرف في السناء ده وتعطل المسابقة المحلية يعني وتقعد تاخد ده وتلقي بيه كأعذار ومبررات على فشلك في إدارة المسابقة إنت بتكلم الجدول اللي حددوه من 23 يوليو ل30 يوليو بتكلم في أسبوع كان سهل جداً حضرك توفر الأسبوع ده وتخلص الدول وتخلص المسابقة وتنقذنا من هذا المأذق اللي احنا موجودين فيه لكن حياتك بتحاول إن الأندية دي الأهلي والزمالك والإسماعيل والمقولين وجونا يدفعوا التمن فشلك في دارة المسابقة وفشلك حضرك في توفير أسبوع كان مسهل جداً توفيره وكانت خلصت الأمور كان ممكن الغيات اللي احنا فيها دي كانت لعب الأسبوع وكانت خلصت الدنيا ما فيش أي مشكلة خالص وكانت العضية انتهت حضرك بتقول إن إنك بتوقف على مسافة واحدة من كل الأندية الكلام ده ده مجرد كلام ومشفناش ليه وجود على الأرض الواقع لأن كان فيه مجاملات وفيه دعم ناس على حساب آخرين حضرك بالنسبة للنادر أهلي بتقول إن أنا بتتفق مع النادر أهلي وإن النادر أهلي حق ومشروع وإن كامل الأهلي كله بيقوله صح طب لما حضرك شاف كامل الأهلي كله صح طب يعني حضرك ما عمدتش بي يعني أنا استفدت إيه مع حضرك بتعترف بكل الكلام ده بتقول إن الأهلي لاحق ومشروع الأهلي كلام وإتحاد الكرة بيعترف في هذا البان الرسم اللي صدر منزل الغازات إن الأهلي رغبتنا بتتفق مع رغبة النادر أهلي بنتتفق مع حقوق الأهلي المشروعة والأهلي عنده حق وكان المفروض إن البطولة تخلص قبل كاسة يوم الأفريقية زي ما الأهلي بيقول لكن الكلام ده مش هنقدر ننفزه دلوقتي يعني إنت وصلتني لآخر نقطة وحطتني في اللبستني في الحيط وقلتني خلال طب أعمل إيه ما إنت فعلا داتي ما عندكش وقت وجاي حدك تقولي إن فعلا كان عندك حق تحاد الأفريقية يوافق أو مش يوافق ده دريد على التحاد الأفريقي يعني يعني رأيك يعني إيه بما نهارك عارف إن في علاقات أو علاقة قوية ما بين رئيس التحاد الأفريقية ورئيس التحاد المصري عموما برضو مش هتفرق كتير يا كابتن عمد أتكلم في 5 أغسطس من 30 ينو وتكلم في سبوء يعني مش دي القضية اللي هتحل المشكلة اللي الأهلي بيتحدث عنها طب باك في حاجة تانية هتلعب الدوري بفترة قيد جديدة وعملت ثلاث فترات قيد طب هل اللعب هيكون هل ده شرعي ده غير مشموح بي في كرة القدم ولا في القوانين الفيف إنك تعمل ثلاث فترات قيد فترة صيفية وفترة شطوية وتعمل فترة تانية جديدة فترة في النصف وفترة دي ما تعرفهاش فترة إيه بالزبط نسمى إيه الفترة دي اللي موجودة يعني فطبعا ده كله يعني كلام مش مزبوط الجزئي اللي احنا بكلام نتكلم فيها برئاسة إنها برئيس الاتحاد والكابتنة أحمد شبيل لأعداد مشروع لأحمد كاملة إحنا قلنا عايزين ربطة إحنا أنت عايز ربطة طبعا عايز ربطة كاملة تبقى موجودة عندك يعني فطبعا بيام يعني بيقول لك أنا ده الواقع اللي عندي واللي أعمله وخلاص بقى طب ليه رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم دايما يعني يعني ليه مش بيكون هو اللي موجود ودايما يعني بنلاقي أعضاء ونواب رئيس أو رؤساء اتحاد كورة القدم يعني بنلاقي النائب الرئيس بنلاقي الأعضاء دايما هم اللي بيكونوا موجودين في كل اللجام مش بنلاقي رئيس اتحاد كورة القدم المصري هو اللي بيطلع يرد هو اللي بيطلع يترقص لجنة بعينها يحل مشكلة ليه دايما بيكون شون ثاني بقيلة الأحداث ربما رجل اللي بيش مانساني عنده مشغوليات كتيرة جدا وعنده ظروفة ده عادي على فكرة ممكن يوزع خاصة على نوابه وعلى عضاء مجلس الدارة طب هلما هل ممكن لما يكون مشكلة إلا لما يكون حاجة يعني طبعا تطوير لما تعمل حاجة اسمعها تطوير دور كورة القدم في مصر لجنة برئيسة رئيسة تحاد الكورة اللي هو بيطور وهو بيدير العملية تحاد المصري أو أي تحاد موجود بيدير كورة القدم هل دوره ينظم ولا يطور دوره الاتنين يطور ونظم يعني احنا كنا لا لا هو دلوقتي المفروض حاليا المفروض اللي ينظم اللجنة الاندية المحترفية اللي بتنظم المسابقة اللي هي بتدير المسابقات اتحاد الكورة بيضع خطة التطوير بتاعت اتحاد الكورة والمنتخبات والحاجات دي كلها وبيدير السياسة العامة للكورة القدم في مصر وعنده حاجات وقاليات بيتتنفذ ده اللي هو مش موجود دلوقتي لكن انا شاف هم حاجة في البيان وهو ان اتحاد الكورة بيعترف بصحة موقف النادي الآلي اعترافا صريحا كاملا لكن يا فرهتي انا هستفيد بدا ايه وانت حتك هتنهيل الدوري يوم تلاتين سبعة وهقعد هلعب السوبر ماطل غير تمنتاشر تسعة طب فين فترات الراحة فين فين الاعداد وفين الراحة وفين الاتاعة دا وقتطلع من الدورة تخش في كاس مصر طبعا يعني هو مضطر بقى يعني اللي هيقول الدورة هيبدأ في شهر تسعة اقول له لا الدورة هيبدأ من تلاتين سبعة او من ستة وعشرين سبعة اسف انت كامل التاريخ الموجود معنا لا انا بكلم على الاستكمال الاستكمال هيبدأ تلاتة وعشرين سبعة او يين الموسم هيبدأ دلوقتي تلاتة وعشرين سبعة خلاص الموسم يجد ليه بقى انا بكلم على ان انت عندك لقاءات في الدور لقاءات في الكاس والسوبر المصري بعكية تبدأ في الموسم الجديد وبالتالي ما عندكش وقت الراحة خلاص هلتريح فيه الراحة كلها هتكون في الفترة الحالية هتبدأ فترة تعلق الهيضار الغير الأهري الاندية المشاركة في أفريقيا اللي لعباتها بتلعب مع منتخب مصر في بطولة أفريقيا مش هيرياحه هيجيوا لقل يلعبوا على مطشاط تانية وبالتالي هيلعبوا موسم كامل يعني سنة كاملة بدون يوم راحة وتبتكلم في خمس ستة عناصر مهمين جدا مهمين جدا يعني يعني أنا بتكلم على الأهلي بتكلم على الزمارك بتكلم على الإسماعيلي بتكلم على كل أندية للأسف للأسف يعني بقاينا نشوف بطولة الدوري المصري آخر بطولة يعني لها أهمية عندنا مع أن أنت لو عايز تنجح الكرة المصرية اللي عندك أو أي كرة موجودة في العالم لازم تهتم بالبطولة المحلية رقم واحد علشان تصدر وعلشان خاطر يعني تنهد بمستوى اللعبة اللي موجودة في البلد عايز أقول لحركة أن دايما نادي الأهلي نحن أقول لحركة على إحصات وأرقام لما بيكون متفوق في أفريقيا ويكون متفوق في بطولة الدوري أعتقد أن المنتخب بيمشي بشكل كويس وبيحصل بطولات على ما أعتقد إلا أن تخني الزكرة ده واقع بتؤكده النتائج والأرقام عشان بس محمد إيه يعني من خلال قناة الأهلي إحنا لما موجودين في أي حتة نقول نفس الكلام عشان بس إيه لحق ربنا يعني أعظم إلى النتائجنا الحقنا على المشتوى القر واللي كان فيه منتخب مصر متوهج في الفترة من 2006 أو من 2005 لغاية 2010 أو 2011 يعني 2010 وبعد كده الفترة الثورة مقامت في 11 والكرة حصل لها النوع من التراجع بعض الشيء لكن الفترة من 2005 أو 2010 دي كانت قمة التوهج بالنسبة لنادر أهلي حاصدا كل المسابقات الأفريقية اللي بيكون فيها والصبر الأفريقي وتوهجده في كاس العالم الأندية ووجود نخبة من اللاعبين المميزين في النادر أهلي اللي كانوا دايما النادر أهلي بيكون فيه سبعة تمانية موجودين في تشكية منتخب مصر والأهلي حقق منتخب مصر حقق بيهم الكاسم الأفريقية 2006 أو 2008 أو 2010 والكل يعلم هذا بمنتخب الوضوح والعابة النادر أهلي بقوتها في ظل وجود مدرب كبير كان موجود في هذا الوقت جاهز للعيبة والنادر أهلي جاب للعيبة الأهلي كان لها دور كبير جدا ومؤثر في المنتخب الوطني في هذا التوقيت يعني فدائما الاندية الكبيرة لما يكون عندها لعابة كبيرة جدا ولعابة مميزة ولعابة لها خبرات كبيرة جدا بتقدر تحسن بطولات قرية المنتخب برضو بيعلى ويكون ليه تمييزه ويكون ليه قيمته بتكون ليه بطولاته بتكون ليه إنجازاته ما حاش يقدر ينكر ده سواء كان طبعا الأهلاء يعلمون هذا أو حتى لو بعض الحاقدين والجاحدين والناكرين ما قادروا ينكروا ده